بدأت القوات العراقية تستكمل إحاطتها للموصل من جميع الجهات فقد استعاد الجيش العراقي بلدة حمام العليل من تنظيم الدولة الإسلامية ليصبح على بعد أقل من 20 كم من المطار الاستراتيجي الواقع إلى جنوب الموصل وتواجه القوات العراقية على المحور الشرقي مقاومة شريسة إذ تخوض حرب شوارع مع التنظيم المتطرف داخل الأحياء الشرقية ويقول قياديون من الجيش إن القتال يجري من بيت إلى بيت الأمم المتحدة قالت إن التنظيم المتشدد قام بنقل مئات المدنيين من حمام العليل إلى تلعفر وإلى الموصل وتخشى أن يتم استخدامهم كدروع بشرية فالمدنيون في سهلين ويعيشون تحت تهديد المعارك أو النزوح فمنذ بدء معركة التحرير قبل عشرين يوما نزح نحو ثلاثين ألفا من منازلهم بحسب ما أعلنت وزارة الهجرة العراقية وتعاني الحكومة العراقية والمنظمات الإنسانية لسد الحاجات المتزايدة للنازحين